بغارة عليا إذا قاعدة هي ورفقيتها عبدالجر هي ورفقيتها بغارة عليا من رفقيتها من أمه بغارة عليا إذا بكون قاعدة هي وامه بغارة عليا من أمه حتى لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب قطرة الغيرة وصلتها حتى توصلني للطلاق بينه وبين مرتي وواصل القصة يعني للطلاق وواصل للمحاكم فالتجاعة لأيكم لحتالي أنا مأخر ببيتي أي رسالة بدك توجهها لزوجتك يعني اليوم بدي واجهها لأني أنا إنسان كتير بحبها وكترة الغيرة اللي قلتها غيرتي عليها كتير هي لعن مثلي هالمشكل فأنا بوعايدة أني خفف الغيرة شوية عنا ما بقدر وقفها كتير تطلب مننا السماح يعني؟ أكيد الرجل الشرق بيعتذر ايه ما مشكل تحية على محمد قلتني بحبها كتير بغار كتير وجاي اعتذر الليلة بين الحب والغيرة محمد عشو كيف ومن شو كنت تغار أنا بغار عليها إذا قاعد هي ورفقيتها عبدالجر هي ورفقيتها بغار عليها من رفقيتها من أمة بغار عليها إذا بكون قاعد هي وامة بغار عليها من أمة حتى ليه بتغار عليها من أمة؟ يعني بحبها بحبها أنه يعني ما بحب حدا غير يوعد حد منها حدا غير يطلع فيها لا أمة لا باية لا أختها لا خير ما بحب يعني حب لألة درجة جنون يعني غير لألة حبها لأني بحبها حبها أو حب تملك زوجتك؟ لا مش حب التملك عم تقول ما بتحب تقعد مع أمه اي بس مش حب التملك انه لدرجة اني منع عن اي شي او كذا بس انه بغار علي قاعد يو امه بغار علي اي بغار علي كشخص قاعد يقول ليش ما قاعد معي لقلي كذا ما شو بغار بتشوفني هي هيك محرص ان لو قاعد انا و امي متحسسني هيك متحسسني هي كمان نفس الشي هي كمان هيدا مش تملك ما بعتبه تملك انا لا لما كانت تقعد مع أمه وانت تغار لما ترجع على البيت انت وياها شو كان يصير شو تقول لا ما علا مش عمل لها مشكل بس برجية انه هيك ان انا ما عملت لها مشاكل وواصل على الطلاع انك مدايا؟ كيف ترجع انك مدايا؟ بفرد بصير معصي بالبيت وصير كذا ليش معدتي ماي لقلي ليش ما كذا ليس هدا؟ شو بتقلك هي بتقني انت قاعد عنه امي تغير علي من امي بقول اي اي ازاعد انت وغيك يخير عليك هون بعدنا عن الأهل ما طلعنا لا أكثر من الأهل لا بعد واذا طلعنا أكثر من الأهل مصايب 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 إذا رجل تغزل بزوجتك شو خاصة هي هي ما خاصة بس لما أنه أنا لأيها مثلا أنه عم يتغزل أكثر وأنا التفات لهذا الشيء أو صار قدامها الشيء ممكن أنه هالشيء سيصير معنا مشكلة مثلما صار ما هي قبل بمرة يعني هي صار ما هي قبل بمرة مشكلة وكنا عدين برستورون يعني شو صار برستورون؟ صار أنه شخص عم يتطلع فيها أجيب قالت لي طيلا بتصير أنا عند شخص طلع بوحدي وكذا وعادنا عادي كفان عادي برستوران بس لما رجع أولت مرة تانية زود الشيئ أنا والحد صار يطلع وأ lebih صاحب صار القصة عم تسمعني اللي قلت بدينتي أنا فمتحملت العصابية وأمت قسات الرستورون وضربت قدام العالم وضربت الدنيا ضربته إله أو إله؟ لأ ضربته إله واقضة إله بتحط له شيء ممنوعات؟ يعني بحط له عقاب شغليات إيه؟ مثل شو بتقلها ممنوع؟ يعني مثلا أنا مثلا أول شي على لبسة مثلا كنت قلت لها مثلا قلت بسي قصير وعملي بسي وكذا مرقة فترة قلت لها مثلا خفف بكليز وكذا بلطتها مع رفقاتها مثلا أنه ورحتي وان جيتي وان كنت ستبعلي عا كل شي شو معقولي سير زراحت مع أصحابه؟ لا ما بصير شي بس أنا ستبعلي عا كل شي بدأدي عا كل شي وهذا الشي لأيده غلط فيه براسك شو بصير مش منواقع شو بصير أنت براسك شو بتفكر شو بتتخيل؟ روح لهون منظهر شباب بصبايا مع بعض منقعد مع بعض شو السبب؟ شو السبب؟ قلت لي بس تملك؟ أو في أيضا يمكن تكون مشكلة ثقة؟ أنا مرتب بسقة فيها